طيب المشكلة التانية اللي برضو عشان احنا برضو داخلين على فترة الصيف الشعر وفيه المناطق فيه ناس بتبقى عندها يعني عايزة تحل مشكلة ازالة الشعر خصوصا بقى الميوهات بقى والبيكيني لعينه وكده هل يعني كل منطقة بتفرق في عدد الجلسات بتاعتها وهسألك سؤال كمان هل الشعر اللونه فاتح زي الشعر اللونه غامق وهل البشرة الغامقة زي البشرة الفتحة ولا بتفرق خالص لا طبعا هي بتختلف انا عايزة اقولك مش بس من البشرة للبشرة هي بتختلف من منطقة لمنطقة في نفس البشرة يعني مثلا اه يعني الشعر في الوش غير الشعر بالزبط انا عايزة اوضح بس في البداية هي فكرة ان احنا الشعر ده انا لما بتدي اعمله ازالة بالجلسات سواء بالليزر او كده فكرته ايه ان انا الليزر عندي الشعرية لها بصيلة بالزبط يعني دي الحالة اهو شعر كان دي صورة انت عارفة كل البنات او الشباب البنات يعني في السن ده بيبقى دايما عندهم مشكلة دي يا ميرة المنظر ده الظبط وبيأثر جدا على منظر الليوش بيديه صمار وبيديه منظر للبشرة مش حلو خالص بس طيب هو الليزر اصلا فكرته ايه فكرته ان الليزر بيقرا الميلانين اللي موجود بالزبط زي ما شايفين هي كل شعره ليها الميلانين الصبغة الخاصة بيها بيبتدي الجهاز يروح لشعراية شعراية بيبتدي يعني زي ما شايفين كده يضربها يضربها بالطريقة دي بس طيب ليه بتختلف بقى من منطقة المنطقة او من حاجة الحاجة لأن أنا عندي كل ما الميلانين كان أكتر يعني كل ما الشعرية كانت غمقة كل ما الجهاز كان بيعرف يقراها أسر طيب فده بدناحتاج له جهاز وده جهاز إيه الجديد بقى في أورا؟ الجديد إن أنا عندي الجهاز اللي موجود عندي بتاع إزالة الشعر ليه براميترز ليه مقاسات معينة أنا بعرف أتحكم فيها مع جميع أنواع البشرة ونوع الشعر ولونه لأن أنا ممكن تبقى عندي شعر الفيس هيبقى خفيف شوية اللي هو البيبي هير ده ليه مقاسات وليه قياسات معينة غير الشعر الموجود أندر آر ببقى الشعرية شوية تخينة وسميكة ثاني حاجة البشرة طبعا بتختلف لما بيبقى البشرة فتحة فالميلانين أصلا طبيعته في المنطقة دي بيبقى خفيف شوية فأنا ببقى محتاجة أزود البراميترز وأزبطها أكتر علشان تعرف تقرالي الشعرية دي فهشان كده بنختلف زي ما قلنا هي ممكن الشخص الواحد يحتاج مثلا تحتاج ست جلسات على منطقة الفيس بس منحتاج مثلا في منطقة زي الأندر آرمز أو كده يعني في خلال ست شهور أصلا الدنيا بتبقى مختلفة تماما زي ما شفنا الصورة كده وممكن أنا مش محتاجة أن أنا أستعمل الوسائل التقليدية ده أكيد مش ممكن يعني ده أكيد هتبقى بس كده يعني لو أنت عايزة تستخدميها يعني عارفة ساعات فيه ناس تقولك إيه أنا بحس كده أن أنا بشيل طبقة من الجلد الميت بس آه ممكن بالزبط لكن مش مش شعر خاص ولا ألم بقى ولا الكلام ده خالت والجهاز ده موجود في كل مراكز أورا كل مراكز أورا هو موجود فيها بالزبط طيب أنا عايزة أسألك حاجة مفروض أن أنا بعد ما أعمل أشيل الإزالة بتاعت الشعر دي آه في أي مكان في الجسم هل فيه كريمات معينة أنا بستخدمها أو أو أي تعليمات أنا مفروض أتبعها طبعا بيبقى فيه شوية تعليمات وبيبقى فيه كريمات مخصصة للمخصصة لبعد الساشن بتاع إزالة الشعر يعني مش أي كريم أنا بستخدمه أنا كريم بيبقى مخصص منطقته وده بنعرفه من عادة بالزبط أنا بدي يعني أنا بدي كل التعليمات لا إيه مفروض أعمله تعاليلي تاني إمتى أنا عملت الساشن الأولانية في الأول أنا ببقى محتاجة الفترة اللي ما بين الأول بتبقى قريبة شوية من بعض ممكن بعد ما بخلص 6 أو 8 جلسات أحتاجها مثلا مرة كل 6 شهور مرة كل سنة كجلسة كده وقائية محافظة على اللي أنا عملته خلال التمان شهور اللي فاته